فهو قال الرئيس هنا وهنا مش تلميح ولكن هي أشارة بالنسبة لنا لأنه في حاجات في الدستور فعلا لازم تتعد لأنه قال إنه احنا اخترنا كامل وزير وكلفناه لكن البرلمان أجازه فلابد حتى يحصل الوزير الجديد كامل الوزير على مباركة وموافقة من مجلس النواب لازم مجلس النواب يعقد وتبقى في جلسة عامة والجلسة العامة تتم الموافقة فيها بأكتر من ثلاثين اللي موجودين في الجلسة فما كانش موجوه بعد بعد الندوة التسقفية احنا خلصنا تقريبا الندوة يمكن على الساعة 2 وشوي على الساعة 2 اه على الساعة 2 وشوي كان الدكتور عالي عبد العالم موجود رجع البرلمان وعقدت جلسة عامة في البرلمان وتمت الموافقة على ترشيح كامل الوزير بأكتر بالإجماع ناس تقولك الله هو ايه لحقه يعني المسألة ما بتتعملش بشكل طبيعي ليه هو كان فيه جلسة النهاردة نرجع ليه موقع مجلس النواب دي صورة من الجلسة العامة النهاردة مجلس النواب يا جماعة وروني كده يا جماعة الجدول الجدول يوم اخر جلسة عامة للبرلمان معنا الجدول ده يا شباب اه 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 اخر جلسة عامة لمجلس النواب كانت يوم 25 25 فبراير اللي هو يوم الاثنين اللي هو قبل الحدثة بيومين بيومين البرلمان كان اجازة من يوم 26 فبراير ليوم 9 فبراير اول جلسة عامة هاتوها بقى اول جلسة عامة اهيه يوم 10 مارس فاذا صدر قرار تعيين تعيين كامل وزير وزيرا للنقل من قبل الرئيس بعد التشاور مع رئيس الوزراء يوم 27 فبراير يعني تقريبا بعد ساعات من قبول استقالة شام عرفة طيب كده لسه عندنا خطوة وهي خطوة موافقة البرلمان طبقا لما يقتضيه الدستور صح كده فالجواب راح البرلمان يوم 27 لكن البرلمان كان في اجازة من يوم 26 ليوم 9 اليوم بارك فالنهاردة اول جلسة عامة للبرلمان كان هناك جلسة عامة للبرلمان الجلسة العامة التي عقدت لم تعقد خصيصا لكامل الوزير انا بنتكلم في اجراءات ماشية وعادية جدا لان انا حسيت ان في بعض الناس بدأوا يقول لك الله هو كان في جلسة ولا هي الجلسة عملت مخصوص انا هجبتلكو الورق بتاع مجلس النواب عشان حضراتكم تشوفوه اشتركوا في القناة